قال لك إلحق يا عم ده الست وخطفت الولد وخدرته وعملت وسوت وإيه اللي بيحصل فيك يا مصر وإيه اللي جرى وإزاي ومش إزاي وأين القانون يعني تاني حضرتك سبت إنه كانت لديك في نفس ذات الأيام عدالة شديدة السرعة شديدة الإنجاز شديدة الوضوح شديدة الحكمة شديدة الحسم في قضية نيره وإنت سبت كل ده ورحت تبص على فيديو وقاعد عمال بتشيره وما كلفتش خطرك تفهم كلفت خطرك طب لما أنت كلفت خطرك شيرت ليه وعلقت ليه طب إنت عارف التفاصيل تعالي نتفرج مع بعض على الفيديو اللي حضرتك كنت بتشيره وحضرتك بتعلق عليه بكم بكم سلبية مزهل آه دي عم الفيديو فرجنا كده لا آه دي اللي مفترض الست الخاطفة تمام أيوا وبعدين قال إيه الشكة الشكة ده جاء بقى إيه الشكة المخدرة اللي هو مفيش حاجة في العلم يقولك الشكة المخدرة بس آه تمام وبعدين الولد بقى يميل وبعدين يجي التوكتوك ويشيلوا الود ويحطوه في التوكتوك وهب فلق بقى يا جدع انظروا إلى الشكة المخدرة انظر إلى الخطف في وضح النهار انظر إلى كيف فعل مش عارف إيه بطيخة وهكذا يعني بدأنا بإنه انظر إلى الجرائم انظر إلى الشكة المخدرة انظر إلى الخطف في وضح النهار وبتعملي فينا كده ليه يا مصر يعني لازم إيه دايما إيه واحد كده يعمل لك نفسه فيها ولا دعميق وطني قوي يعني اللي هو إيه مجروح وبتعملي فينا كده ليه يا مصر مصر يا نهار بيض يا حصلت بتعملي فينا كده ليه يا مصر حضرتك خدت قرار الاستسلام الاستسلام يعني انت استسلمت لفكرة انه في حد بيطلع دبوس يشك بني قدم يخدره وما كلفتش خطرك على الإطلاق تتأكد إذا كان دي حقيقة علمية ولا مش علمية مش بس كده دا سيادتك شيرت كل ده ولما طلع دا كاترة وأسادز التخدير وما إلى ذلك ويقولوا ما فيش حاجة اسمها كده انت بقى لا شيرت ولا عملت لايك ولا علقت بالإيجاب ولا أي حاجة وكأنك ما قردش حاجة ترجمة نانسي قنقر